بلش ابتداء أن أقول من الكلمة فخامة رئيس الجمهوري نهار الثانين بعد عيد الميلاد وصولا يلي طبعا كانت خان قول فتح باب كانت وضع نقاط على الحروف كانت وضع عنوين وفتح باب مواربة وصولا إلى كلمة جبران باسيل ما لم يقله فخامة الرئيس ميشيل عنقى له جبران باسيل وبعد فيه أكثر يعني بعد فيه بين بين ترك بين السطور لمن عنده موهبة القراءة بين السطور طلع رد هجوم طبعا شامل على الجميع طلع رد علي حسن خليل كلمة السيد انتظرها الناس أنه يكون فيه رد أيضا هلأ بتقلنا ليش إجا هيك الرد بارد أو جاي كلمة لحقا هاي المسرحية بلش في الندلة فيها لنشوف هاي المسرحية الحقيقية ما معرفت اللي مسرحيات ونلوين هاي دي السبب واضح أو شي خلنا نعرف شو السبب تنقدر نعرف شو النتيجة السبب إدراك بأنه نفلسوا فلسوا شعبيا فلسوا سياسيا هن أصلا مفلسين قبل وطنيا وفكريا فراحوا على مسرحية ما يسمى شد العصب بالتحريض المذهب هاو حلفاء بعضهم سمر أنا بدي أعطيكي مسأل هيك ويعزروني الناس نحن اليوم بكنون تاني ٢٠٢٢ يتذكروا كنون التاني ٢٠١٨ شو صار؟ كنون التاني ٢٠١١ نسينا مسرحية البلطجي نبيه بذي بلطجي وبدنا نكسر له راسه وقاموا جماعة أمل رده هجوم على سن الفيل وهجوم على الحدد ويومتها ليش أنا ويعيلة كتير منيح لأنه أنا يومتها من الناس اللي صدقوا أنه إيه نحن عم نعمل هلأ إصلاح وفت بالمعركة وأنا بس فوت بالمعركة بفوت مش بالزجليات بفوت بالملفات وهذا الشي اللي فجر وساهم بتفجير الموضوع ووقتها بس خليل الناس تتذكر جبران بسيل دغري ركد عميله لهون عندكن على استيديو طلع يقل له لنبيه بري لا 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 المسرحية طبعا نحن وياك مكملينا جاء عزيز ما بيمثلنا واللي عم بيقوله ما بيعنيلنا حتى كملوا المسرحية فمن خلصة الانتخابات شو صار وين البلطة جاي ووين هجوم أمل على جبران بسيل هاو حلفة بعضهم معلش اسمحيلي بس خلصة الانتخابات سمر وهذا عن جد الناس لازم تسمعوا بالحرف جبران بسيل بعد البلطة جي وبعد برنا نكسله راسه بعد الانتخابات 31 تموز جبران بسيل يزور نبيه بري معينتيني مع الله يسامحه دولة الرئيس إلي الفز اللي كان يوم هذا معتقد أنه هو اللي عم بيرتب وشو بيصرح بسيل اجتماعي بالرئيس بري دشن مرحلة جديدة في العلاقة بيننا وخربط حسابات من كان يظن أنه بإمكانه أن يستفيد من هذا الخلاف وستكون بعد الآن فرص للتعاون المشترك في مساحات واسعة على مستوى مجلس النواب والحكومة وسنشكل معا دينامو في السلطتين التشريعية والتنفيذية أكثر من هيك بيقول بسيل هادي مش نهاية عم بقول للناس اللي هلا عم بيتاجر فيهم وعبين لعب غرائزهم من أربع سنين بيقول بسيل في عز الاشتباك مع الرئيس بري كنت متأكدا أننا سنلتقي مجددا وأن اللقاء بيننا حتم عاجلا أم آجلا امطلاقا مما نمثل وما يمثل ولابد لنا أن نتعاون وأن نعرف كيف نتفق حتى نحقق إنجازات للبنان شو هالمسلحية اللي ما بتنعمل لك أربع سنين وما بتسائب إلا عشية الانتخابات وما بتخلص إلا بناس عم تتباوز وبيعملاء ووزراء ولبنان عم بيفلس وينهار وهو أكبر حليفين لبعضهم ما بقى حدا يضحك على العالم أي متى اختلفوا لاحظة سمعات يختلفوا على الخصص خليهم يعرفوا الناس يختلفوا على الخصص وميطلعون أكثر ولو حشراتهم بدوا نفلتوا بالمثبت أي متى اختلفوا لما رخصوا لجامعة نبيه بردي خلافا لكل الأصول مين رخص لجامعة نبيه بردي يا جبران بسيل أي متى اختلفوا لما سلمتوا الجامعة اللبنانية كاملة مين تسلموا عميلك ألا لا مين عميلك عن مين عم تحكي في ناس ما بيستحقوا تسميهم سمر بس خليها نجح نعرف عن جد أي ما تختلفوا لمن عملوا صفقة أنه من جدد لبنك التمويل مثل ما هو على كل الملف اللي عنده يا مشالعون مقابل من غير بكازينو لبنانيا اللي تنانتهم بمؤسسة انتلا مؤسسة انتلا مش عندنا به بردي أي ما تختلفوا بالمحصصة ما بيختلفوا يا سمر مبارح بانتخبات الكازينو نسلو مبارح بتعينات المجلس العلى بتعينات المجلس العلى للجمال هاو حلفة بعدهم يا حرام يا مشالعون ونوصل على يوم نروي بالتفاصيل هذه المعركة لحظة شريع لحظة شريع لحظة شريع لحظة شريع لحظة شريع لحظة شريع لأنه لأنه أنا بعدني متردد بين احساسين بين احترامي لمشالعون وبقوة الخبز والملح وبين حرمة الحقيقة وتضليل الناس ومنع تضليل الناس بس ما فيك هيك تتصرف لأنه هيدا يؤخذ عليك لأنك شريك بالموضوع تملك المعلومات وتمناها عن الناس عم بقول عم بقول عم بقول صراحة هاو حلفة وتذكروا بس الناس كل ما حدا يطلع يكذب عليكم ويدللكم ويتاجر بعذاباتكم يتاجر بعذابات مناضلية تيار وشهد التيار وجيل ميشالعون والدم اللي نحط من سوق الغرب لآخر مطرح بـ 13-20 هاو ما بيتترجم كرمي الفلول غازي كنعان ما فيك تجيب لي فلول غازي كنعان ورستهم غزالي وتقول لي بدي أعمل سيادي ما فيك تجيب كل الفاسدين وتقول لي بدي أعمل إصلاح يا مناضلية تيار متل ما كمان مناضلية السيد موسى الصادر ما بقى حدا يلعب بغرائزكم وغدتكم هاو حلفة مع بعضهم عم بيعيدوا انتاج حالهم بس تذكروا معركة كانون تاني 2018 خلصت الانتخابات رجعوا قاعدوا على الطاولة وحكموكن ونهبوكن هل عم تتكذر ممنوع أننا تتكذر